كما كان الترحيب به لائقا بالأهازيج والابتهالات كذلك يكون توديعه رمضان وحضر موت ثنائية خاصة وحكاية لها نكهتها المختلفة عن بقية المناطق الأخرى تمر أيام رمضان بطقوس دينية وعادات وتقاليد منذ الساعات الأولى للترحيب به إلى وداع آخر ساعاته لعل أبرز ما يميز شهر رمضان في حضر موت ليالي الختايم وهو تقليد دأب عليه أبناء حضر موت منذ القدم حيث يحتفل أبناء حارة كل مسجد يختم فيه القرآن بالابتهالات والطقوس الدينية والعروض الكرنفالية التراثية وإحياء الأسواق الشعبية والمساجد والمساجد بالذكر والصلوات صور التراحم والتكافل الاجتماع حاضرة في الختايم حيث يدعو أهالي كل حي أرحامهم ويجتمع الأقارب على الموائد العامرة الرابطة بين ماضي الأجداد العريق وحاضر الأحفاد ملحمة تنافسية بين شباب الأحياء يحرص فيها شباب كل حي على تقديم أفضل عروض للرقصات الفلكلورية واستعراض مظاهر العادات والتقاليد والمهن القديمة لتعريف أجيال اليوم على حياة الأجداد وطريقة معيشتهم كما هي محطة للتذكير بالماضي هي محطة أيضا لزرع البهجة في نفوس الأطفال ولفرحتهم يصطحب الآباء والأجداد أبناءهم وأحفادهم إلى ساحات الاحتفال بعد أن ارتدوا الملابس الجديدة استعدادا لهذه المناسبة يفترش الباعة في الساحات المحاطة بالمسجد الذي ستقام فيه هذه الأمسية عارضين بضائعهم من لعب الأطفال والحلويات التي يصنع البعض منها خصيصا لهذه المناسبة وتنصب أراجيح الأطفال يهزم أبناء حضر موت الظروف التي خلفتها الحرب والأزمات التي يعيشها الشعب اليمن بتمسكهم بإحياء العادات والتقاليد والطقوس الروحانية والفرائحية التي تعزز التراحم والتكافل الاجتماعي وترمم علاقة المجتمع بماضيه